ضد المحتل إضاءة أي محتل أنا ضده لكن بدأنا أنه الاحتلال أيضا انسرقت لوحاتي بالشهر الأول أنا أريد أسألك عن مركز الفنون اللي انسرقت بلوحاتك في بداية أيام الاحتلال تقريبا هو مو بس لوحاتك كل اللوحات انسرقت بس أنا تقريبا عشرين لوحة بس إلك؟ اللي جناح في مركز صدام الفنون اللي جناح اسمه إبراهيم العبدالي كله انسرقت بعدين رفت زين خطت الرخام الأرضية المركز هم أم شرعي وباقو بعدين رجعه زين يعني شا سوي واحد جاني لنا قل لي ترى لوحاتك هنا بعمان تشتريها قلت له بيش هل قد مبلغ؟ لا مو هل قد قل لي خمسمائة دولار قلت له جيبها احسن ما يبيعها وتروح للخارج فأنا اشتريتها لأنها اللوحات يمكن كثير من العراقين ما يعرفوها اللي انسرقت من مركز صدام للفنون أو من المراكز الأخرى يعني كانت تجد طريقة وتصل إلى عمان من خلال سواق البر يعني واني لقيتها بالساحل هاشمية دي بيعها واحد ما يعرف قيمتها قل قلت له بيش تبيعها قال لي بثمانين طيتها ثمانين حتى قاصيها بالستشين لوحاتي قال لي هذا اللي باعني اللوحة هنا عمان بعد الاحتلال قال لي بعد عندك لوحات وعرف اسماء رحت عليه قلت له قال لي لوحة مال الجندي كلش مهمة اي هادي رح اللي جبها امي الكبلة مي اي تمام المشاهد ما يعرف ايه اي قال فقلت بيعني اياها قال لي هي قلت له بيش قال لي ثلاثة الاف دولار هي مالتي واني بايعها للمتحف تسعمائة دينار ذاك الوقت ادفع ثلاثة ثلاثة الاف قلت له طيق الفين ما قبل ولا ايزان يقول ليش وقت ما تدفع لي ثلاثة الاف وما زالت اللوحة موجودة؟ عنده ما فكرت انه تشتكي ادمن تشتكي عنده حرامي ها؟ ادمن تشتكي اذا هو المشتكي حرامي التشتكي عنده لا اذا تشتكي مثلا عند طالما هو في عمان يعني اقصد مو عمان داخلها في بغداد ها في بغداد ما قلت لك رحت البغداد فاوضت اشتريها انت فاوضت مو هنا انت رحت البغداد تتفاوض حتى تشتري لوحاتك اشتري لوحاتك هاي ادفعك فلوس اي اي بقطع الالف دولار هم كبيرة علي يعني انا سويت عدت رسمها نفس الحجم حتى سقطها لللوحة النسخة الثانية اذا ستصير نسخة ثانية اللوحة تقل قيمتها فسقطت يعني رسمتها حتى سقط اللوحة هي هاي ام الطاسم وعندي لوحة ايضا هم بالكتاب الجزء الاول واحدة عايطة وشاق زيجها والنطاق لا فايق وقف امامها امام فنان تشكيلي كان مشارك فايق قال هاي لوحة احسن لوحة بالمعرض قال لهذا الفنان تشكيلي سالم مذكور حشالي قال ايه ايه قال لاه احسن حتى من لوحة وانسرقت عسى ماشرقة وين ما ادري فبعد شنسو يقتربون هذي والظلم شون يصير